مجموعة عابثة استولت عن البلاد ويليتها اكتفت بالنهب ويليتها اكتفت بما تنهب وما تسرق وما تضع في جيوبها وما تهربه للخارج إنما عبثت بإدارة البلاد عبث رهيب عبث شديد ورهيب للأسف يدمي القلوب يخلي القلب الإنسان يحب ينفجر من شدة الظلم لا يتعرض له هذا الشعب وهذه البلاد ويستمر يستمر بكذبون في الكذب وتستمر البروباغندا انتعه في الكذب وفي الادعاء ما ليس حق ويدفع الشعب يدفع الناس البطالين والمعطلين والقدماء الجيش والفقراء بلاد بهذا الثراء وما فيها من ثراء ومن إمكانيات معطلة عطلوا البلاد عمروها باراجات عمروها غرامات أعطاوا طلقوا يدين الدرك والشرطة والمخابرات تلعب كما تريد تعبث كما تريد تضغط على الناس تنهب على الناس تنهب من الناس بس اللهم إلا من راح يمر بك من بعض عناصر الشرطة والدرك يعتقدون أن هذا راح يخوف الشعب بس ما يجيش يخرج يظنوا بليرام يبنوا في جدران الخوف من جديد راكم غالطين راكم غالطين كما غلطت فرنسا قبل عشرات سنين هذا الشعب سينفجر في لحظة معينة وستدفعون ثمن غالي وغالي جدا وأنتم تعتقدون بالإخلاص راكم سيطرتوا عليه وراكم خوفتوه وراكم كثرتوا من الذباب ومن الثورة المضادة ومن الخبثاء وأنكم خلاص الأمور ستستقر لكم لن يستقر لكم شيء لا تدار البلدان بالخوف والرعب قد يستمر أشهر سنة سنتين لكن لن يطول وشعب جزائري شاف نفسه وخرج في حراك عارم زلزلكم وضعضعكم وخلاكم تسجنون بعضكم البعض في محاولة لإلهاء شعب القهر التخويف التجويع التعطيل هذه اللي راح في اللي راحكم ديروا فيها في كثير من المدن تروحوا الشباب ونشوفهم تدوهم وتبصموهم وتخوفوهم هذه ماك مش راحين بها بعيد ماك مش راحين تروحوا بعيد هذا كله تخوي في لحظة معينة سيكسر شعب جزائري الحاجز هذا مرة أخرى كما كسروا في 22 فبراير 2019 لأعجب ما يعجب أنهم أعطوا أوامر للعناصر تاع الثورة المضادة باش يخرجوا يتكلموا آآ فلان وحركة رشاد رام يدعوني إلى العنف عجيب لما أكتب لي واحد النفاظ القتله عاجب ما ترى يعني يعني سمعني الناس وسمع أخوتي من إخواننا من حركة رشاد كيفاش دائم نتكلم على السلمية وسنظل لأننا نعرف أن العنف هو الأكسجين تاع لكن الآن بعض اللي شرواهم بدراهم معدودة أو أعطاهم وعود قاعدين يخرجوا فيهم يقول لك آآ هذه الحركة تاع عنف ويتصلوا حتى بعض الناس يقولوا له ما لا لا هذه الحركة تاع عنف نتحداكم هذا كله جاء رد على مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله قلب العنف المشرف على العنف المبدع للعنف الإجرامي اللي شافتوا الناس في التسعينات وشافتوا بعد التسعينات هو المخابرات الإرهابية لا تفهم هذه الكمية الكمشة العسكرية والمافيا العسكرية إلا العنف ولذلك سحب منهم الشعب الجزائري هذا السلاح ومهما فعلوا بقي الشعب الجزائري قاوهم سلميا وهو مستمر في المقاومة السلمية حتى عندما لا تظهر لكن العنف هو أكسجين هذه المافيا العسكرية وحديث الذباب والثورة المضادة لن يخدع أحد لأن الناس تعرف من هو من وتعرف الحقائق كما هي أراكم ضيعوا في الوقت مركي ضربوا في الريح بهراوة كما يقول مثل شعبي ترجمة نانسي قنقر